اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اليكم الان معاني الجمل وصلت المجموعة الى معبد كوتوكوين الذي يشتهر بتمثال بوذا العظيم ها نحن قد وصلنا ها هو تمثال بوذا العظيم في كماكورا هل يمكن ان اصور بالطبع ولكن ليو يوجه الكاميرا نحو اكي وليس التمثال الان بعد ان عرفنا معاني كل جملة استمعوا الى الحوار كاملا مرة اخرى ساا着きましたよ これが كماكوراの大仏です شاشنو تطتمو اييですか موچろん あれ 大仏の شاشنじゃないの والان اليكم تعبير اليوم انها الجملة الرئيسية التي اريدكم ان تحفظوها فاستمعوا جيدا وهي تقرأ عليكم بالقراءة البطيئة شاشنو تطتمو ايي دسك تعبير اليوم هو شاشنو تطتمو ايي دسك هل يمكن ان اصور شاشنو تطätte صيغة المعجم منه هي شاشنو تر اي يلتقط صورا او صورا مو ايي لسك هو ما يعادل هل يمكن ان وبدامجي الاثنين تكون الجملة بمعنى هل يمكن أن أصور؟ وهكذا نتدرب اليوم على كيفية طلب الإذن وإذا أردتم طلب إذن القيام بفعل لا تعرفون الكلمة الدال عليه يمكن تمثيل الفعل بالحركات وليكن محاكاة التصوير ثم تقولون وإذا كان الحوار مع صديق أو شخص قريب يمكن حثف الجزءですか فتكون الجملة وبالعكس إذا أردتم أن يكون الكلام مهذبا جدا تستخدمون بدلا من فتكون الجملة كاملة اليابانية في كلمتين إنها الفقرة التي نخصصها لمن يريدون إثراء معرفتهم لأساليب التخاطب اليابانية تعرفنا اليوم على أسلوب طلب إذن التصوير وللرد على سؤال من هذا القبيل بالإيجاب يجوز أن نفعل كما فعلت أكي في الحوار ونقول بالطبع كما يمكن أن نقول أي نعم تفضل كما يمكن أن نقول نعم لا بأس أما إذا أردتم عدم إعطاء الإذن فتقولون ويترجم حرفيا ذلك قليلا وهكذا يكون أسلوب الرفض دائما غير مباشر عند اليابانيين وفي النهاية دعونا نستمع للمرة الأخيرة إلى حوار اليوم في تمثلية اليابان حبي بهذا وصلنا إلى نهاية الدرس أذكركم بأن بإمكانكم الاستماع إلى الدروس على شبكة الإنترنت فاستمعوا ورددوا إلى أن تحفظوا تعبير اليوم تماما وحتى الدرس القادم إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر